بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تأملوا هذه الآية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذه الآية تقول لنا أن الله هو من أنزل القرآن وقد أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن كما نعلم تنزل في مدة دامت 23 سنة العجيب هذه الآية استعملت 12 تحرفا ضمن الحروف الهجائية والحروف مع الترتيب الهجائي كالتالي الألف 1 الباء 2 التاء 3 الحاء 6 الزاي 11 العين 18 الكاف 22 اللام 23 الميم 24 النون 25 الهاء 26 والياء 28 إذا قمنا بجمع هذه الترتيب الهجائية نحصل للعدد 189 ومئة وتسعة وثمانون يساوي ثلاثة في ثلاثة وستون وثلاثة وستون هو عمر محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الآية تكررت ثلاث مرات في القرآن الكريم حيث جاءت في الآية الأولى من سورة الزمر التي رقمها تسعة وثلاثون والآية اثنين من سورة الجاثية ورقمها خمسة وأربعون والآية اثنين من سورة الأحقاف ورقمها ستة وأربعون فلدينا اسم الصورة مع رقم الصورة فإذا قمنا بجمع أرقام الصور ثلاث نحصل لعدد 130 و130 يساوي 13 في عشرة 13 هو أيضا عدد سنين الدعوة في مكة و10 هو أيضا عدد سنين الدعوة في المدينة و13 زائد 10 يساوي 23 وقد تنزل القرآن خلال 23 سنة الآن سنهتم بعدد كلمات الصور الثلاث فصورة الزمر عدد كلماتها 1172 كلمة الجاثية 488 والآقاف 643 فإذا قمنا بجمع هذه أعداد نحصل لعدد 2303 و2303 يساوي 47 في 7 47 هو عدد حروف صورة الإخلاص التي تتطرق إلى وحدانية الله و47 أيضا هو رقم صورة محمد الذي تنزل عليه القرآن خلال 23 سنة الآن سنرى تكرار اسم جلال الله في الصور الثلاث في صورة الزمر تكرر اسم الله 60 مرة وفي الجاثية 18 مرة وفي الأحقاف 16 مرة وجمع هذه التكرارات يساوي 94 و94 يساوي 2 في 47 47 كما قلنا هو عدد حروف صورة الإخلاص التي تتطرق إلى وحدانية الله وبها ولد آخر مرة اسم الله و47 هو أيضا رقم صورة محمد سبحان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة